رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصلك ضيبية وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك فقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أطيب التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين العزيز سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالسؤدد واليمني والبركات ويتقبل الله سبحانه وتعالى من حجاج بيت الله الحرام حجهم ومناسيكهم وصالح أعمالهم مشيدا سمه بالخدمات الكبيرة والتسهيلات الضخمة التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على تقديمها وتهيئتها خدمة لضيوف الرحمن للتيسير عليهم في أداء مناسكهم بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية ببدء العام الدراسي الجديد 2016-2017 وتمنيا سمه لهم التوفيق والنجاح موجها سمه وزارة التربية والتعليم والهيئات الأكاديمية والإدارية في كافة مراحل التعليم بمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات الحكومة وتنفيذ سياساتها تجاه تطوير التعليم والارتقاء بالمستوى التعليمي من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات لتطوير التعليم والتدريب بما يتناسب والاحتياجات التنموية وتطوير المناهج الدراسية التي ترتقي بمستوى التعليم بجميع مراحل وتحسين اليوم المدرسي وتعزيز قيم ومبادئ المواطنة والتوسع في المشاريع التطويرية التي تعتمد على التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصال ومواصلة الجهود لفتح صفوف جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المدارس كما حثا سموه على الاستمرار في دعم وتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص في كافة مراحل وتعزيز الرقابة عليه لضمان تحقيق الجودة المطلوبة حثا سموه على استقطاب المزيد من مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات العالمية ومواصلة الجهود لتنمية قدرات الهيئات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي المحلية بما يتماشى ومعايير الجودة المعتمدة في هذا الخصوص وقدم وزير التربية والتعليم عرضا تناول فيه كافة الاستعدادات الإدارية والموارد البشرية والفنية والإنشائية التي هيئتها وزارة التربية والتعليم استعدادا لاستقبال الطلبة والطالبات في المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لها وبالمشاريع التطويرية وبما تم اتخاذه في مجال تطوير المناهج الدراسية وغيرها إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بتلبية احتياجات أهالي السنابس وبلاد القديم والزنج من الإسكان من خلال المدينة الشمالية فيما وجه سموه الوزارة المذكورة بدراسة تخصيص الجزء المتبقي من مشروع إسكان توبلي لأهالي هذه المنطقة بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور القائمين على الصناديق والجمعيات الخيرية وبما يبدلونه من جهد خيري إنساني تطوعي جديرا بالمكافأة والدعم والتقدير وضمن هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع تقرير عن الجمعيات والصناديق الخيرية شاملا ما حققته على صعيد عملها الإنساني والخيري وأوجه صرف المساعدات والمستفدين منها فيما وجه سموه أيضا برفع تقرير عن نشاطات وإنجازات صندوق الزكاة والأوجه التي صرفت فيها أمواله وكلف سموه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بذلك بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذ بشأنها القرارات التالية بحث مجلس الوزراء دعم تمويل المشروعات التطويرية في مطار البحرين الدولي التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمسافرين وتكفل القدرة على استمرارية تقديمها بشكل متميز وتضمن الحفاظ على الموقع التنافسي لمطار البحرين الدولي بما يتوافق وكلفة تقديم الخدمات وتجيع الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني وقدم وزير المواصلات والاتصالات عرضا من خلال المذكرة التي رفع لهذا الغرض إلى مجلس الوزراء تناول فيها مقترحا لتعديل رسوم بعض الخدمات التي تقدمها شؤون الطيران المدني بما في ذلك خدمات الأرصاد الجوية وترخيص ممارسة الأنشطة ورسوم خدمات المطار والمغادرة حيث وفق المجلس وكلف اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بمتابعة إصدار الأدوات القانونية اللازمة ثايا وجه مجلس الوزراء إلى زيادة الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص التي تدعم الاستثمار العمراني وتعزز جهود الحكومة في استقطاب الاستثمارات في مجال التنمية العمرانية ومنها إصدار رخص البناء واعتماد المخططات العمرانية وتقاسيم الأراضي وفقا لمعطيات المخطط الهيكلية الاستراتيجية الوطني مبديا المجلس ارتياحه للنمو الإيجابي في حركة التنمية العمرانية في البلاد وذلك بناء على العرض الذي قدمه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتناول فيه ترخيص البناء الاستثمارية وغير الاستثمارية والمساحات البنائية والمرخصة بحسب أنواع الأنشطة من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض لمجلس الوزراء والتي تشير إلى إصدار 7447 رخصة بناء خلال الشهر الثمانية الأولى من هذا العام بكلفة بناء بلغت حوالي مليار وثلاثمائة مليون دينار منها 685 رخصة بناء لمشاريع استثمارية شكلت منسبته 9% من إجمالي رخص البناء الصادرة علما بأن إجمالية رخص البناء الصادرة خلال الفترة أعلى قد زادت بنسبة حوالي 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقد أسهمت ترخيص البناء الصادرة بإضافة مساحات بنائية ثالثا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير التسهيلات أمام المجالس البلدية وزيادة التنسيق معها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بما يعزز دور هذه المؤسسات واطلع المجلس ضمن هذا السياق على توصيات وقرارات المجالس البلدية خلال دور الإنعقاد الثاني من الدورة البلدية الرابعة من خلال المذكرة بتقرير مرفوع لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقد أظهر التقرير تصدر الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية بنسبة 48% من إجمالي قراراتها تلتها التوصيات المتعلقة بالقرارات التنظيمية والمقترحات بنسبة 30% ثم القرارات المتعلقة بمشاريع التجميل والترفيه بنسبة 18% رابعا وجه صاحب السمون ملكي رئيس الوزراء بتنفيذ المزيد من البرامج والأنشطة التي تستقطب الشباب وتساعد على إكسابهم المهارات الجديدة والمواهب التي تطور من قدراتهم خدمة لأغراض التنمية بما يحقق مجاء في برنامج عمل الحكومة في المحور الخاص بالتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية واطلع المجلس ضمن هذا السياق على تقرير وزير شؤون الشباب والرياضة بخصوص البرامج والأنشطة الصيفية التي قدمت للقطاعين الشبابي والرياضي لعام 2016 والتي توزعت في مختلف مدن وقرى المملكة لمختلف الأعمار الشبابية خامسا بحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب الأول يتعلق بمنع استخدام الشاحنات والصهريج للطرق خلال أوقات محددة والثاني بشأن زيادة توفير خدمة الواي فاي في الأماكن العامة والثالث بشأن استكمال مشروع شارع الأمير سعود الفيصل حيث وفق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية اشتركوا في القناة